برحب حالكم من جديد وناخد مع بعض الخبر اللي بعده الخبر اللي بعده بخص مخالفات المباني وشوفنا الفترة اللي فاتت طبعا ناس بتقدم على التصالح وشوفنا طبعا عدد مهول جدا في عدد كبير من المحافظات لفكرة التعامل مع مخالفات البناء وطبعا الأمور واخد شكل بطيء شوية خبر بتاعنا بيقول application جديد على التليفون المحمول لتقديم على التصالح في مخالفات البناء فقد كشف اللواء هشام أمن وزير التنمية المحلية على وجود تنصيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة application للتقديم بطلب التصالح وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ومتحدث الرسمي باسم الوزارة صباح خير يا فندم أهلا أستاذ مايك من صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ النيرمين على كل أهلنا في محافظات مصر دايما يا فندم نورنا في صباح مين يعني شرف لي يا فندم في البداية دكتور عزين نعرف إيه فكرة application موجودة على الموبايل اللي أنا أقدر أقدم على التصالح يعني لوقتي أقدر وأنا قاعد في البيت لوقتي أقدم على التصالح ويطر الapplication ده هيكون متضمن يعني إجراءات أقدر أخلصها بسهولة يعني خليني أكد على كلام حضرتك مع الوزير اللواء شام أمن وزير التنمية المحلية صباح أمس في افتتاح ورشة العمل التدريبية لزملائنا من المحافظات المصرية والورشة دي يعني تتضمن حوالي 4700 متدرب على مدار 3 أسابيع طبعا ممثلة في السادة السكرتير العموم والسكرتير المساعدين ورؤساء الوحدات المحلية والأحياء وكمان بالإضافة إلى هذا وذاك رؤساء المراكز التكنولوجية رؤساء وحدات المتغيرات المكانية كمان زملائنا العاملين في مدريات الزراعة على مستوى المحافظات المصرية السابعة وعشرين هو الهدف من كل ده فندم الإعداد والتيثير وبقى ليه توجيهات القيادة السياسية وتكلفات دولة رئيس الوزراء بهدف التيثير على الناس في أحد صورة هذا التيثير التطبيق اللي حضرتك تفضلت به طبعا اللي بيقوم بعمليات التدريب زملائنا من قيادات وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وزارة الإسكان وزارة العقل الحماية المدنية جهاز التقدمات أراضي الدولة وغيرها من وزارة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية بعمليات التصالح والتدريب ليه الزملاء اللي حيقوموا بعملية إحمام إجراءات التصالح طبعا جنبا إلى جنب مع اللجان الفانية اللي بيتم تشكيلها من المحافظات وقال لقانون الجديد 187 لسنة 2029 وحيط التنفيذية 1221 لسنة 2024 ميزة التطبيق جنبا إلى جنب مع بوابة خدمات الإدارة المحلية جنبا إلى جنب مع المراكز التكنولوجية بيدي إيطاح أكتر إن المواطن بيخدش على هذا التطبيق بQR كود يبتدي يفتح ياخد يسجل بياناته كاملة ثم بعد ذلك يقوم برفع المستندات اللي مطلوبة في طلب التصالح مجتمعة كلها وبعد كده ياخد الرقم من سيريا النمبر ده يروح به المركز التكنولوجي يسلم كده هو دخل كل بياناته فاختصر بدرجة عالية من الدقة طبعا اختصر الوقت عليه وعلى زملائنا اللي موجودين موظفين اللي موجودين في المراكز التكنولوجية لأنه بيستقدم منه على طلب سيريا النمبر حيفتح قدامه حيلاقي بياناته كاملة صورة من المستندات بياخد أصول المستندات وبعد كده بيدفع رسوم الفحص وإذا كان فيه أوراق نقصة بيقوله أن فيه أوراق نقصة يستكملها أوراق كاملة على طول بيتم مخطبة الجهات تقريبا يا دكتور امتى الابليكيشن ده ينطلق وتقريبا كمان الوقت اللي بيستغرق أنه الوقت تكفيدي دخل البيانات ان شاء الله من بعد 5 مايو بإذن الله طبعا لأنه دي الفترة البينية ما بين إصدار اللايحة وعملية التطبيق من بعد 5 مايو هيكون الابليكيشن موجود وهيكون باب التصالح إن شاء الله اتفتح بالنسبة لراغبي التصالح في المحافظات المصرية طبعا الفترة في حدود 60 يوم إذا كانت الأوراق مكتملة وتم سداد رسم التصالح وما فيش أي حاجة نقصة بيمشي في الإجراءات في خلال 60 يوم العمليات التصالح بعد كده إذا كان حضرتك عايز تقصت بتاخد حاجة اسمها نموذج 7 لو توافق على التصالح من اللي جاني الفانية خلاص تماما لو حضرتك عايز تقصت بتاخد نموذج 7 ده بيسمح لك إتاحة للتقصيد حتى 5 سنوات يعني يعني في البداية دكتور بيحددوا المبلغ وبعد كده نتفل لو فيه قمشن التقصيد أو لا بالضبط بس قبل برضو ده إنت حضرتك تكون الأوراق كلها مكتملة واللي جاني الفنية أقرد بصلاحية التصالح لو عايز حضرتك طبعا تتفع كده بتاخد خاصة 25% على إجمال المبلغ وبتاخد نموذج 8 لو هي لا قدر الله أي قضايا أي حاجة نموذج 7 بيقفها إنما نموذج 8 بتقدمه فبينهيها وبيزين أثرها على اللي هو عليه المخالفة دي دكتور شايف إن الأبليكيشن ده هيصرع عملية الإجراءات اللي كانت بتاخد وقت طويل في فكرة التصالح هو كمان حيتهل لما حابك بتدخل بياناتك بنافسك تكون أكثر دقة وحضرتك ده بالشكل ده بيدي فرصة جديرة جدا إن بدل ما واحد يقعد يدخل كل الطلبات دي كل واحد بيدخل طلبه بنفسه وبالتالي هنا بيصرع طبعا من عمليات التقديم تق واحد رقم اتنين بيبقى في دقة أكتر في عمليات التقديم ويبقاش بقى في دبيت رايح جاي أو كلام رايح جاي ما بين طالب التصالح والموظفين أنت هنا بتعمل نوع من أنواع الحكمة بالنسبة للمنظومة خاصة إن حضرتك المراكز التكنولوجية شايفة زملائنا في الطيران شايفينه زملائنا في التقديم شايفينه زملائنا وهكذا وبالتالي عند حضرتك دلوقتي بوابة ديناميك موجودة طالما في رقم تصالح حسيني النمبر يبقى معنى كده أن في ملف الملف ده بيبقى موجود أولاين بالنسبة للجهات المعنية بعمليات التصالح سواء كان التنسيق الحضاري، الري، الزراعة، الطيران مزيد من النجاح والتقدم دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ومتحدث الرسمي باسم الوزارة